اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من شهر رمضان وفي هذا المكان المبارك المسجد الحرام لقد منى الله علينا بأن بلغنا شهر رمضان ونسأله سبحانه وتعالى أن يكمل لنا عدته بخير وتقى وصلاح وأن يتقبله منا وهذا الشهر الكريم شهر الخير والبركة والإحسان والبر والصدقات وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود فيه ما يكون أو أجود ما يكون فيه في رمضان كان حين يتنزل عليه جبريل عليه السلام فكان أجود من الريح المرسلة كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه حديثنا اليوم ودرسنا أو محاضرتنا عن ركن مهم من أركان الإسلام الخمسة هو الركن الثالث الزكاة والزكاة كما هو معلوم عند السلف أنهم كانوا يتحينون إخراجها في هذا الشهر لما فيه من مزيد الخير والبركة وإن كان لها أوقاتاً معينة شرعية محددة حولان الحول أو الحصاد ولكن إذا استطاع الإنسان أن يكون حوله في رمضان فقد سلف الصالح أو سبق السلف الصالح إلى ذلك إذن موضوعنا هو موضوع الساعة إن صح هذا الكلام موضوع الوقت وقته الزكاة الزكاة إخوتي هي كما قلنا الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة التي لا يتم إسلام المرء إلا بها كما ورد في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا الركن الأول وهو الأساس وهو الذي لا تقبل معه الأعمال الصالحة كلها بما فيه بقية الأركان التي ستذكر معه لا تقبل سائر الأركان إلا بتحقق الركن الأول وهو التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله الركن الثاني إقامة الصلاة وهي عماد الدين وهي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أكثر من كثيراً 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 جداً في كتابه العزيز وعلى سنة رسوله الكريم وقال فيها صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد كفر أو من ضيعها فهو لما سواها أضيع الركن الثالث بعد الشهادتين وإقام الصلاة ما هو؟ إيتاء الزكاة الزكاة والرهن الرابع الصيام الذي نحن فيه الآن صيام شهر رمضان ثم الحج لمن استطاع إليه سبيلاً إذن فالزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة التي لا يتم إسلام المرء إلا بها وحديثنا اليوم عن الزكاة مشروعيتها كما ترون هذا النص الذي رأيناه وقرأناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح دليل أحد أدلتها بني الإسلام على خمس ومنها شهادة أن لا إله إلا الله ومن أدلتها الكثيرة المتكاثرة في كتاب الله وسنة رسوله أن الله سبحانه وتعالى قرنها في الأمر بها والإشادة بها والتنويه إليها أو عليها والتحذير من تركها قرنها بالصلاة في كتابه العزيز في أكثر من ثمانين موضع وأيضا قد هدد الباري سبحانه وتعالى من لم يؤتها ويبخل بها بالعذاب الأليم يقول الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يكنزون ليس معنى هذا أنهم يضعونها في الخزائن فقط وإنما المراد بها أن من ملك نصابا وهو المقدار الذي تجب فيه الزكاة سواء كان من الذهب أو من الفضة أو من المال من غيرهم سائر الأموال من ملكه ولم يخرج زكاته فهو كنز وإذا كان كذلك فالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها يعني يصرفون منها يعني يخرجون زكاتها فبشرهم بشارة السوء فبشرهم بعذاب أليم ومن أخرج زكاة ماله ولو كانت في عمق الأرض ولو كانت في أشد الخزائن وقد أخرج زكاتها فليس ذلك بكنز كما تبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن الزكاة ركن من أركان الإسلام فرض من فرائضه دلت عليه آيات الكتاب الكريم وسنة المصطفى العظيم صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أيضا قول الله تعالى وأمره لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم إذن فالزكاة مشروعة وهي فرض على كل مقادر ملك نصابا بشروط التي سنذكرها بعد قليل وتركها من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى وتغافرت على ذلك الأدلة وأجمع أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على فرضيتها وعلى قتال مانعها على عقوبة مانعها وقتاله كما تعلمون ثبت في الصحيح في الصحيح البخاري أن العربة عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد بعضهم ومن من ارتد بعض أناس منع الزكاة منع الزكاة فقط قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصلي ونحج ونصوم لكن لا نزكي لماذا؟ قالوا لأن الزكاة كانت تدفع إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقد قال الله له خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم الحين محمد صلى الله عليه وسلم قد توفي والصلاة يعني الدعاء قد انتهى منه فأبو بكر لا يصلي علينا فنمتنع هكذا هكذا تعللوا واعتذروا وهو عذر غير مقبول وعذر أسوأ من الفعل ولم يقبل منهم فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن قاتلهم عزم على قتالهم وشدد في ذلك الأمر وقد راجعه بعض الصحامة وقالوا بناء على ظاهر الأدلة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأمارهم عمر رضي الله عنه قالها كان يقولها لأبي بكر يقول كيف تقاتل هؤلاء وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال له أبو بكر قال له أبو بكر إن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من مقتضاياتها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقد قرن الله الزكاة بالصلاة في أكثر في كثير من المواضع فلن أفرق بين الزكاة والصلاة ومن فرق بينهما وجب أو أمرت أو سأقاتله حتى يؤديها أو كما قال رضي الله عنه يقول عمر لما سمعت ذلك من أبي بكر علمت أنه جاد في الأمر أو كما يعني فهم فاقتنع أبو عمر رضي الله عنه بالدليل الذي ذكره أبو بكر واقتنع الصحابة معه وقاتلوا منع الزكاة حتى أدوها أو من قتل قبل أن يقر بذلك فقد ذهب على ردته لكن الصحابة أجمعوا على قتال من أعلن أعلن منع الزكاة وتركها هذه مشروعيتها دليلها واضح والنهي عن تركها أو التحذير من تركها واضح فلا نجد عذرا أو لا يوجد عذرا عذرا لأحد من المسلمين في تركها والتهاوم بها مع وجود هذه الأدلة الدال عليها والمانعة أو المناهية عن تركها والمحذرة من تركها نجد بعض لا نقول كثيرا أن لبعض الناس يتساهل في الزكاة ويتمنع من أدائها بأعذار معينة أو متعددة وهذا منه بخل بما فرضه الله عليه وإيقاع لنفسه في المحذور وفي الإيقاب الأليم الذي توعد الله به وبالمناسبة هذه ليس بالضرورة أن تكون ثريا غنيا دامال عريض كثير لا بل إذا بلغ لديك من المال نصابا إن كان من الذهب أو من الفضة أو من عروض التجارة أو من الماشية النصب التي حددها الشرع وهي نصب معقولة دلالة هذا النصاب أن موجد عنه دلالة على غناء ليس الغناء هو الثروة الطائلة نعم هي الثروة الطائلة غناء لا شك لكن ليس المراد بالغناء هنا الثروة الطائلة والمال الكثير إلى آخره بل هو ما يوجد لديك من النصاب الذي حدده الشرع فما فوق فإذا وجد عندك ذلك فأنت غاني لأن عندك ما تأكل وتشرب وتلبس وتسكن وعندك نصابا هذا النصاب يجب عليك أن تخرج شيئا منه وهو شيء ضئيل قليل سنراه بعد قليل إن شاء الله تعالى هذه هي الزكاة وهذه مشروعيتها وذلك العقاب على تركها وهذه مكانتها في الإسلام ومن مكانتها مكانة الزكاة في الإسلام أنها شرعت ليس لمجرد أخذ المال من الأغنياء للفقراء لا أخذ المال أو إخراج المال بعض المال من الأغنياء للفقراء هذا حق وفرض للفقراء ورضه الله سبحانه وتعالى على الأغنياء لا بد أن يخرج لكن ما الحكمة من ذلك الحكمة من ذلك هناك حكم كثيرة وآثار اجتماعية لهذا الفرض الذي فرضه الله سبحانه وتعالى وهو الزكاة وهذا من مكانتها طبعا نحن بدأنا في ذكر فرضية الزكاة من غير أن نشير إلى ما معنى الزكاة وهو معلوم الزكاة في اللغة النمى والطهارة والبركة وفي الاستلاح هو إخراج أو قدر معلوم من المال في قدر معلوم لفئة معلومة من الناس في وقت محدد معلوم هذه الزكاة ما يخرج قدر يخرج من المال إذا بلغ نصابا لفئة من الناس أو لفئة من الناس سواء الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمغارمين إنهم المؤلفة وإلى آخره كما سيأتينا في مصارف الزكاة هذا هي معنى الزكاة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى والتي هي الركن الثالث من أركان الإسلام والتي توعد الله على تاركها أو تاركها بالعذاب الأليم ومن حكمها وهي كثيرة جدا أنها هي زكاة نماء تنمي المال وتطهره الزكاة في اللعاء قلنا هي النماء والطهارة والزكاة الشرعية تزكي المال يعني تنميه تنميه وتطهره وتطهر صاحبه من البخل ومعنى تطهير الزكاة للمال وتنميته له قد يقول وقال كيف تنميه وهي تنقص منه يعني هي تؤخذ من المال عندك نصاب يعني عندك عشرين مثقالة أو مئتي درهم أو ما يوازنها كما هو موجود وسنة سيذكره فإذا خدت منها شيئا وهو ربع العشر مثلا في هذا نقص مما عندك ربع العشر هذا نقص في ظاهره محسوس لكن لا هو ظاهره نقص بسيط ولكنه يعود على بقية المال بالبركة والنمى والخير والحماية من الآفات ومن الابتلا ما يعني هو معلوم عند أهل العلم وعند أهل الفكر وعند أهل الذكر وعند المجربين إذن فهي فيها الخير وفيها البركة وفيها الطهر للإنسان هي أيضا على ما على إيمان المسلم إيمان المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول إلى آخر ما هو معروف هناك يعني أمر أعلى من مجرد مظاهر الإسلام دل عليه شهد أن لا إله إلا الله تحقيقها وهو الإيمان الإيمان بالله الإيمان بالله الإيمان التصديق الجازم بأن الله سبحانه وتعالى موجود وهو الخالق البارئ المصور القادر إلى آخر صفات الله سبحانه وتعالى التي لا نحصيها والإيمان بالله هذا الإيمان الإخلاء الإيمان الذي هو التصديق في مكانه ومحله أين؟ القلب لا يظهر ذلك أو لا يكون كذلك إلا يعني بيت حقوقه في القلب والنطق به باللسان والأعمال تدل عليه ومن ذلك الزكاة من أخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه دل ذلك على تمام إيمانه وكمال إيمانه ودل على إسلامه ومن منعها فكما رأينا أنه يعني أخذ أو دخل في حيز من الكفر والردة ويجب قتاله كما قال أو كما فعل الصحابة الزكاة تنمي أخلاق المسلم الزكاة يا إخوان بالنسبة لمن يخرجها تنمي فيه الأخلاق الطيبة تربي فيه يعني الرغبة في العطاء والتمرس على العطاء إذا أخرج ما أفرضه الله عليه طيبة به نفسه يعني كان ذلك يرجع إلى نفسه بال يعني بالإطمئنان وبأنه قد قد أنعم الله عليه بأن جعله معطيا لا آخذا وهذا الإعطاء يتوسع في في نفس الإنسان وفي طبعه وفي طريقته إلى أنه يعني يعمل أو يجعل من الصداقة عنده شيئا مستمرا صدقة التطوع ويصبح الإنسان بإخراج الواجب من الصدقة للزكاة متمرنا متمرسا يعني متعلقا بإخراج شيء من ماله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى والصدقة إخواني أمرها عظيم سواء كانت الزكاة والزكاة تسمى صدقة الزكاة المفروضة تسمى في كتاب الله صدقة خذ من أموالهم صدقة تطهرون بها والصدقات معروفة وتسمى أيضاً وكذلك هناك نوع آخر من أنواع الزكاة اسمه صدقة الفطر أو زكاة الفطر زكاة البدن أو زكاة الرأس بعد ذلك مع ذلك صدقة التطوع والصدقة في عمومها خير كثير لصاحبها تضلل صاحبها كما ورد في الحديث صحاحه بن حبان في الحديث أن الصدقة أن الإنسان المسلم تحت ظل صدقته يوم الحشر يوم البعث يوم تنزل الشمس على الخلائق فتغطيهم بالعرق كما ورد في الحديث إلى آخره منهم يكون عرقه إلى كعبه إلى سانس فساقه إلى ركبته إلى وحقه إلى آخره والشمس الحامي الشديد يومئذ المسلم المتصدق تحت ظل صدقته غضب الرب سبحانه وتعالى كذلك هي هذا ما بعض ما يتعلق بآثارها وحكمها بالنسبة لمخرجها يعني للفرد آثارها الاجتماعية واضحة ومقاصدها الشرعية بينة الله سبحانه وتعالى عندما فرض الزكاة وهي قدر ضئيل كما سنرى في في ما يخرج إن شاء الله الآن بعد قليل من المال من المال الأغنية عندما فرض ذلك وحدد يعني مصرفه وهم الفقراء والمساكين وما يتعلق بهم يعني مما يجعلوا أو يوصل الصدقة إلى أهلها العاملين عليها يعني هؤلاء العاملون عليها الذين يوصلونها إلى أهلها يجمعونها ويصلوا إلى أهلها وكذلك عندما نأتي على الأصناف الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمين وفي سبيل الله خمسة أصناف من الثمانية المذكورين كل هؤلاء كل هذه مساعدات إعانات رفع مستوى تحسين معيش أنصح التعبير تكافل اجتماعي كل ذلك موجود في الزكاة فعندما تخرج الزكاة وتوضع في موضعها يكون المجتمع الذي تخرج فيه مجتمعا آمنا إن صح هذا التعبير آمنا غذائيا مستقرا اجتماعيا لأنه أولا الفقير طبعا الفقر والغنى أمر مقدر من الله سبحانه وتعالى قد سبق في القلم أن الناس منهم الفقير والغني وليس الفقر دليل على عدم حب الله للفقير ولا الغنى دليل على حب الله للغني وإنما هي مقادير كتبها الله سبحانه وتعالى وأرزاق قد سمه الله سبحانه وتعالى فأعطى الناس أو بعض الناس رزقا كثيرا مالا كثيرا وجعل للآخرين أو على الآخرين قدرا معينا أو كتب عليهم الفقر حينا والفقر ليس دائما مع الإنسان قد يكون فقيرا أحيانا ويكون غنيا إلى آخره صفات ليست ثابتة وإنما هي متنقلة إن صح لنا هذا التعبير المقصود أن المجتمع الذي يؤدي الزكاة يخف فيه أثر الفقر يخف فيه أثر الفقر وكما يقال الآن في التصنيفات الاقتصادية والاجتماعية يعني تذوب أو تنحصر أو تقل الطبقات الاجتماعية من حيث الغنى والفقر تقل إلى حد كبير يعني بمعنى أن الفقير والمسكين والفقير هو الذي لا يجد قوت يومه ولا يطعامه قوت يومه نعم والمسكين ما يجد بعضه هذا النوع إذا أخرجت لهم الزكاة ارتفع من هذه الحال إلى حال أنه يجد ما يأكله ويشربه ويسكم فيه نحو ذلك إذا وجد ذلك حصل لدينا مجتمعا متكافلاً لا لا فقر مدقع فيه ولا حزازات نفسية بين أفراده لأن الفقير إذا رأى أن من أعطاه الله المال قد أخذ شيئاً من هذا المال وأعطاه له والأمثاله تطمئنه نفسه ويرتاح إلى أن هذا الذي رزقه الله طبعاً الغنى والفقر قلنا من عند الله سبحانه وتعالى لكن إذا رأى الفقير أن هذا الذي قد أغناه الله سبحانه وتعالى يبذل شيئاً من ماله له هذا لهذا الفقير والأمثاله تطمئنه نفسه ويرضى ويقول كتب الله علينا أو عليها الفقر ولكن كتب يعني لي ولأمثالي أن جعل من يقوم بشأني ويعطيني من شيء لم أتعب فيه ولم أشقى الغني شقي وتعب واجتهد وجلب مالاً والفقير يعني يأتيه هذا القدر من الزكاة من غير جهد ولا تعب من غير جهد ولا تعب فعندئذ يحس بأن ذلك الغني قد أعطاه شيئاً سهلاً يعني ميسوراً عليه فتطمئن نفسه إلى أنه يوجد في المجتمع من يقوم بشأنه ويتعاون أو يتعاضد هذه من الآثار الاجتماعية من الآثار الاجتماعية كذلك كما أشرنا ترابط المجتمع المسلم وعدم وجود الحزازات في النفوس إلى آخر ما ذلك هنا في هذه نكه وقفة بسيطة مع الأغنياء ومع الفكراء الأغنياء الذين أغناهم الله وفرض عليهم الزكاة وهي كما سيأتينا مقدار ضئيل حقيقة بالنسبة لما أعطاهم الله من المان بعضهم يبخلوا بها وهذا عقابه أليم عند الله سبحانه وتعالى نجده يتأخر في ذلك لو أن يعني فيه هناك خلل وخطأ يحصل من المعطي والآخذ من الأغنياء بالبخل أحيانا بعض الأغنياء يبخل وهذا ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسي وإليه يعني وسيأول إلى ما توعده الله به هذا خطأ وهذا إثم عظيم وجرم كبير ومعصية يقع فيها الناس بل من المآخذ أيضا على الأغنياء الذين يخرجون الزكاة أنهم لا يتحرون مواضعها لا يتحرون أو بعضهم وليس كلهم لا يتحر أين يضعها والله سبحانه وتعالى قد حدد الأصناف التي تخرج فيها الزكاة إنما الصداقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية بعض الناس لا يبالي يخرجها لفقير أو لمسكين أو كذا إلى الأخر لا يجتهد لا ينبغي عليك أيها المزكي أن تجتهد في إخراج زكاتك ولا تضعها إلا فيما يغلب على ظنك اليقين في هذه الأحوال غير موارد يعني لكن إذا غلب على ظنك أن هذا الذي أمامك أو أن أولئك الذين ترسل لهم أو تعطيهم هم من أهلها من الفقراء أو من المساكين أو من أبناء السبيل أو في سبيل الله فأعطيه وتمئنه نفسك ولا تقصر في البحث عن ذلك كذلك الخطأ الآخر من غير أو من آخذ الزكاة وهذا يقع فيه أيضا كثير من الناس آخذ الزكاة الزكاة تحط وفرض للفقير والمسكين وإلى آخر إلى ما ذكرناه لكن بعض الناس يأخذها وهو لا يستحقها ويحرص على أخذها وهو لا يستحقها وهذا يعتبر من السحت لا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنها أنها لا تحل هذه الصدقة لغني ولا لذي قوة لذي مرة قوي أتاه بعض الصحابة يسأله ما من هذه الصدقات أعطاه أعطاه ولكنه قال له اعلم أنها لا تحل لغني ولا لذي قوة يعني مرة قوي إذن هذا الذي يقع فيه كثير من الناس يطلبون أو حتى يأخذون يعني إما يطلب الزكاة وإما إذا أعطيها أخذها وهو في حقيقة الأمر لا يستحقها هذا لابد أن ننبه إليها ونتنبه إليها في هذا الأمر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بما شرع الله سبحانه وتعالى والاكتدام بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الزكاة بهذه المشروعية العظيمة لها شروط شروط يعني لإخراجها شروط يعني لوجوبها وشروط لصحتها شروط لإيجابها وفرضيتها منها منها ما يتعلق بالمخرج من مزكي نفسه ومنها ما يتعلق بالمال ومنها ما يتعلق بالمخرج إليه فمن شروطها المتعلقة بالمخرج بالمزكي أن يكون مسلما فالزكاة لا تقبل كالصلاة لا تقبل كالصوم لا يقبل كالحج لا يقبل إلا من مسلم فمن شروط صحة من شروط وجوبها وصحتها الإسلام فإذا غير المسلم لا تقبل منه والله سبحانه وتعالى يقول في المنافقين أن الله سبحانه وتعالى قال عنهم أنه لم تقبل نفقاتهم ذلك لأنهم يعني كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالة ولا ينفقون إلا وهم كارهون يعني هذا صفات المنافقين قال والآية في أولها وما منعهم وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله إلى آخر الآية إذن فالشرط الأول لوجوب الزكاة ولصحتها الإسلام وجوبها فرض على كل من وجد لديه المال شرط صحتها الإسلام طيب والكافر الله سبحانه وتعالى قد أعطاه المال أعطاه المال وبلغ أن يصابه فما فوق إلى آخره ولكن لو تصدق لو زك ما قبلت أهل العلم اختلفوا في الكافر هل تجيب عليه الزكاة أو لا تجيب عليه بمعنى بمعنى أنه هل يحاسب عليها بخصوصها فوق الكفر بعدما الكفر أو أنه يكفي أنه كافر فيه يعدب على كفري وهذا الخلاف يظهر أنه طبعا أثره يكون في الدنيا بمعنى أن الكافر لا يطالب بها في الدنيا إلا إذا أسلم فمن لم يخرج الزكاة لا يقال له زكي حتى يسلم فإذا أسلم قيل له من واجبات إسلامك أو من يعني متطلبات إسلامك أن تزكي وأن تصوم وأن تحجي إلى آخره إذن فالشرط الأول المتعلق بالمزكي أن يكون مسلما والشرط الثاني وهو متعلق أيضا بالمزكي أن يكون حرا أن يكون حرا يعني غير مملوك لماذا؟ لأن المملوك لا مال له هو وماله لسيده وماله يرجع إلى سيده فجكي سيده إذن فمن شروط وجوبها الحرية بعد الإسلام طبعا لا يشترط فيها العقل ولا التمييس بل تجيب على كل من وجد لديه نصاب من المال سواء كان ذكرا أو أنثى عاقلا أو مجنونا صغيرا أو كبيرا تجيب على الصغير والكبير تجيب في مالي الصغير والكبير والذكر والأنت وتخرج الزكاة من ذلك المال الذي بلغني صابا ويجيب طبعا يعني إخراجها عمل ويحتاج إلى نية أليس كذلك؟ عمل ويحتاج إلى نية لأنها عبادة فمال الزكاة الصبي وزكاة المجنون هؤلاء الصبي غير المميز لا تصح منه مانية ومع ذلك وجبت الزكاة في مالهما تجيب الزكاة في مالهما ويخرجها وليهما يخرجها وليهما يعني الوصي أو المشرف على مالهما هذان شرطان متعلقان بالمخرج بالمزكية الإسلام والحرية فقط الإسلام والحرية ولا يشترط بلوغ ولا يشترط عدل شرط ثاني أو ثالث يعتبر ولكنه يتعلق بالمال وهو أن يكون المال مملوكا لصاحبه للمزكي مملوكا ملكا مستقرا أن يكون المال مملوك لصاحبه المكلف بإخراجه ملكا مستقرا ما يعني مستقرا؟ يعني ثابت له يستطيع أن يتصرف فيه بالبيع والشراء والهبا والعطاء إلى آخره مستقرا والمال غير المستقر المملوك المال المملوك غير المستقر في ملك صاحبه لا تجيب فيه الزكاة مثل ماذا؟ الفقهاء يمثلون كانوا قديما وفي كتب الفقه موجود ومعلوم يمثلون بمال المكاتب المكاتب يعنيه؟ المكاتب يعني العبد المملوك إذا اتفق مع مالكه مع سيده أن يعتقه على مال يدفعه أقصاط يعني أسهم أقصاط أو على نجوم يسموها إلى آخره أقصاط معينة هذا المال الذي ثبت على المكاتب لسيده المكاتب مات وصار ملكا لصاحبه لكنه ملك غير مستقر كيف غير مستقر؟ لأن المكاتب العبد الذي اتفق على أنه يعطي هذا المال أقصاطا ممكن أن يظهر عجزه ويقول لا أنا أستطيع لا أستطيع أن أستمر في هذا العطاء في هذا التقصيد فيعجزه نفسه فإذا أعجز نفسه أصبح المال يعني صاحب المال لا مال له فهذا المال غير المستقر لا تجيب فيه زكاة بعض أهل العلم يجعل الدين على مماطل أو على فقير غير ملي يجعله مثل هذا ويقول هو مالك صحيح أنت تطلب أو لك عند فلان مئة ألف ريال لكن فلان هذا فقير مدقع لا يستطيع أن يعطيك فأنت لا تستطيع أن تصرف في هذا المئة ريال أو المئة ألف لا تستطيع أن تصرف لا تعطي ولا تمنع إلى آخر إما فقيرا وحتى لو كان مليئا مماطلا ما يعطيك بعضهم ألحق هذا به وقال هذا مال غير مستقر ولكن قالوا قالوا إذا قبض المال من المدين يعني من المدين غير المليء الباذل إذا قبضه يزكيه لسنة واحدة لحول واحدة أما إذا كان الدين على مليء باذل يعني شخص قادر وهو باذل يقول له هو الوقت الذي تريد مالك خذه فهذا لا شك أنه تجيب فيه الزكاة لأنه في حكم مثل المال الوديع يعني مال مستقر مملوك مستقر الملك فيه من الشروط لإخراج الزكاة أن يكون المال ناميا ناميا إما بنفسه وإما بالعمل فيه طبعا من حكم الزكاة هو أن ينمى المال يعني المال الذي فيه يعني قابل للنمى أن يزيد يعني يعمل عليه صاحبه ليزيد فيه وإذا كان ينمو بطبيعته فإذا هذا من طبيعته وخلقته الذي خلقه الله عليها فإذا كان المال ناميا بنفسه أو ناميا بالعمل عليه فيه فإنه يجب إخراج زكاة ما هو المال النامي بنفسه الماشية بهيمة الأنعام الله أوجب الزكاة في بهيمة الأنعام الإبل البكر الغنم إلى آخر هذه نامية من نفسها الله يخلقها وتتناسل وتكبر وتسمن وكذا إلى آخر نامية بنفسها هذا إذا وجد القدر الذي قدره الشرع سيأتينا وجب فيه الزكاة الماشية من المال النامي كذلك الحبوب والثمار الحبوب والثمار النابة الخارجة من الأرض بالزرع يعني هذه نامية مال نامي بنفسه يعني الله سبحانه وتعالى سقاها إما بالمطر والسيل والعيون وهذا ما يعني يسقى من غير مؤونة أو أيضا يسقيها صاحبها بالنضح وال يعني السقي إلى آخره لكن نماها وزيادتها من طبيعتها التي خلقها الله عليها إذن هي نامية فالمال النامي مثل الماشية مثل الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة هذا شرط أن يكون ناميا والشرط الثاني نعم النوع الثاني من أنواع الأموال التي يكون نماؤها بالعمل فيها الذهب والفضة العملات ذهب الفضة التي هي نقدين التي يتعامل بها الناس كانوا والآن حل محلها العملات المعروفة هذين النقدين بنفسهما لا ينمي لا الذهب ينمو ولا الفضة تنمو لو عندك مثلا خمسين ألف مثلا أو مئة ألف يعني درهم أو مئتي مئتي ما تسموه مئتي درهم أو عشرين مثقال أو عندك مال يعني كثير من الذهب والفضة أو سبائك من الذهب والفضة موجودة ووضعتها في خزينة هل تنمو ما تنمو سواء كانت يعني سبائك أو كانت مضروبة يعني مضروبة يعني مسكوكة سكة يعني دراهم ودنانير كذا يعني من حيث كونها ذهب وفضة معدن ذهب وفضة وجودها من غير تحريكها يعني لا تنمو إنما تنمو بماذا بتحريكها والعمل فيها بالشراء والبيع فيها وإلى آخر فهي نامية بتشغيلها أو بالعمل فيها والاستثمارها إذن فيشترط في المال الذي يزكى أن يكون ناميا إما بنفسه كالحبوب والثمار والماشية أو بالعمل عليه كالذهب والفضة والعملات المستعملة الشرط الثاني أو الثالث من الشروط المتعلقة بالمال أن يبلغ المال نصابا لا تجيب الزكاة في المال إلا إذا بلغ نصابا والنصاب هو ماذا هو المقدار الذي حدده الشرع لتكون فيه أو لتجي فيه الزكاة ما هو بالنسبة للماشية نصابها معروف يعني ورد في رسالة أو في كتاب أبي بكر رضي الله عنه إلى أنس عندما أرسله إلى البحرين ليأخذ الزكاة وذكر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصاب يعني مقدار ما يؤخذ أو ما يؤخذ فيه من الإبل كذا إذا بلغت الإبل مثلا يعني قال في 24 من الإبل في مدون 25 في 24 من الإبل إنما يؤخذ شياة يعني في كل خمس شاة فإذا بلغت 25 صار فيها كذا من جنسها إلى آخر في البقري في كل 30 رأسا وفي الغنم في كل 40 هذا أقل ما يجب فيه الزكاة فما زاد هذه الأنصبة فيه الماشية وقد وردت تفصيلها في رسالة أبي بكر وفي كتب الفقهاء النصاب الخارج من الأرض الحبوب والثمار أيضاً ورد فيه الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر وفيما سقيا بنضح وساقية نصف أو ربع نصف العشر هذا زكاة الحبوب والثمار لاحظوا المقدار يا أخي مقدار ما يسكت خلينا نكمل نكمل الأنصبة طبعاً فيما ساكت السماء عفواً من الحبوب والثمار نحن الآن نتكلم لا في المقدار المخرج إنما نتكلم في النصاب الذي يخرج منه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة الخمسة أوسق يعني الخمسة أوسق يعني الخمسة أوسق الوسق كم؟ الوسق كم يعني مقداره ستون صاعاً الوسق ستون صاعاً بالصاع النبوي طيب كم مقداره في زماننا هذا يقدر في زماننا يعني النصاب كله ثلاثمائة صاع نبوي يقدر في زماننا بستمائة واثني عشر كيلو جرام من البر ستمائة واثني عشر كيلو جرام من البر إذا بلغ لديك من البر ستمائة أو اثنين عشر جرام وجبت الزكاة فما فوق طيب هذا وزن البر ووزن التمر قد يكون أخف وغيره كذا إلى آخر فهذا معياره يعني معياره هو أصلاً ستمائة ثلاثمائة صاع نبوي وتقديرها بالكيلو كما سمعت بالنسبة وزن البر وغيره قد يزيد وقد ينقص لخفة الوزن من الخارج من الأرض وهذا يعني نوع آخر من أنواع الزكاة من الخارج من الأرض الركاز الركاز فما يخرج من الأرض من المعادن فزكاته يعني ليس يعني لم يحدث له نصاب معين ما يخرج يجب إخراجه الإيش الخمس وفي الركاز الخمس الركاز وهو ما إيش الركاز هو الذي هو دفن أو حفظ أو يعني ما كان يحفظه أهل الجاهلية في مدافنهم في محافظهم ونوجد هذا الآن الآن مثلاً وزمان وقديماً يعني يعني يوجد في أماكن الآثار يعني الأراضي التي كانت مسكونة للأمم السابقة وكذا إلى آخره إذا وجد شخص أو حتى يعني في الذي يظهر والله أعلم أنه حتى دولة إذا وجدوا شيئاً من كنز الجاهلية فما فوق وجدوا كنزاً وجب إخراج زكاته خمسه الخمس يجب إخراجه يجب إخراج زكاته شرط آخر وهو شرط الرابع بما تعلق بالمال وهو خاص بما ينمو بتشغيله والعمل فيه وهو الذهب والفضة وعروض التجارة الذهب والفضة وما يعرض للتجارة من عقار ومن أرض وكذا إلى آخره وحتى الماشية والحبوب وغيرها كل ما عرض للتجارة ويعتبر عروض تجارة والذهب والفضة هذا إذا كان يعني المال ذهباً أو فضةً أو عرضاً من عروض التجارة لا تجب الزكاة فيه إلا إذا بلغ نصاباً ونصاب يعني نصاباً قد رأينا من قبل وأن يحول عليه الحول أن يحول عليه الحول يعني تمر سنة وعليك وعندك ذلك المبلغ يعني إذا مثل في هذا العام حصل لديك في شهر محرم ما يبلغ قيمته عشرين مثقالاً من الذهب كما سيأتي نذكره يعني قالوا يعني 92 قرام أو 85 قرام من الذهب أو يعني ما قيمته كذلك فإن استمر هذا المبلغ لديك حتى يمضي الحول وجاء شهر محرم وهو باق أو زاد وجب عليك أن تزكيه وتزكي ما زاد منه وإن نقص خلال الحول ومضى الحول وجاءك الحول وهو باق على نقصه يعني نقص وستمر النقص لا يجب عليك فيه شيء وإن بقي على ما هو عليه أو زاد فوجب عليك إخراج زكاته إذن اشتراط أن يحول عليه الحول نصاباً لكن الحبوب والثمار لا حول لها يعني لا يشترط أن تمر عليها سنة متى تصرف متى تخرج الحبوب والثمار متى تخرج عند حصادها وآت حقه يوم حصادي كذلك يشترط فيما في الحبوب والثمار أن تكون مما يكال ويدخر مما يكال ويدخر كالبر والشعير والدخن والدورة وإلى آخره وبعض الثمار كالتمري ونحوي وما لا يكال ولا يدخر يعني الخضروات ونحو ذلك والبطيخ هذا لا زكاة فيها إلا إذا يعني تخذت عروضاً من عروض التيارة فإذا صارت عروضة التيارة عندئذ تقوم قيمتها وتثمن وتزكى بصفتها عرضاً من عروض التيارة الأنصبة الواجب التي يعني كما قلنا الأنصبة ذكرنا بعضها لكن نصاب ما ينمو بتشغيله نصاب الذهب والفضة الذهب والفضة والعملة تابعة لها نصاب الذهب والفضة ورد فيه أن الزكاة في الذهب يكون عشرين مثقالاً إذا بلغ المال عشرين مثقالاً من الذهب واجب إخراج زكاته وإذا وجب مائتي درهم من الفضة واجب إخراج زكاته ما مقدار العشرين المثقال في زماننا قالوا 92 جراماً أو 85 جراماً هذا أقل النصاب وأما عروض التجارة فإنها تقوم بالعملات التي توازي العشرين مثقال أو المائتي درهم المال النامي الذي من طبيعته نمو كالماشية والحبوب والثمار والمال الذي يشغل ويعمل فيه عليه ينمى كالذهب والفضة وعروض التجارة فقلنا هذه الزكاة طيب والمال الذي لا المال الذي لا ينمى يعني يحتاج إلى يعني يعني يؤخذ وليس للتنمية فيه وزيادة فيه وإنما هي إما للقنية وإما للاستعمال قالوا ما كان للاستعمال وحتى القنية فإنه لا زكاة فيه مثل ماذا المنازل المعدة للسكنة واحد عنده بيت بيت مهما كان هذا البيت كبيرا وهو يعني يستعمله ليسكنه أو بناه ليسكنه فهذا لا زكاة فيه البيوت والدور والشقق وكذا إلى آخره كذلك ما يستعمل من الآلات ما يستعمله لنفسه يعني كالسيارات واحد يملك سيارة مهما بلغت قيمتها وهو اشتراها ويستعملها يعني يركبها لا زكاة فيها الثياب التي يلبسها مواعين يعني أثاث البيت ونحو ذلك ما يعني معدل الاستعمال لا زكاة فيه لأنه ليس فيه نمع بقي نوع بقي نوع آخر مما يستعمل وهو الذهب والفضة الحلي من الذهب والفضة هذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من قال إن الحلي من الذهب والفضة خاصة الحلي المستعمل أو المعدل الاستعمال فيه خلاف بين أهل العلم منهم من قال تجيب فيه الزكاة تجيب فيه الزكاة لأنه داخل في عموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وصف النمى إلى الاستعمال فمن شأنه شأن الدار والسيارة والدابة والثوب والساعة التي يلبسها فلا يعني زكاة فيه من أراد أن يحتاط لنفسه يعني بعض أهل العلم رجح وجوب الزكاة فيه لأحاديث وردت في ذلك وبعضهم أيضا اختار عدم وجوب الزكاة فيه ومن أراد أن يحتاط لنفسه في هذه المسائل الخلافية وأخرج مثلا في هذا أخرج الزكاة فقد برئت دمته يقينا تلك شروط وجوب وصحة الزكاة الإسلام الحرية في المال أن يكون ناميا وأن يكون يحول عليه الحول وأن يملغ نصابا وفي الحبوب والثمار أن تكون تشتد ويعني ويبدو صلاحها في الثمار وصلاح الثمار ذكر أهل العلم أنه يعني في الرطبي وفي النحو أن يميل إلى الإحمرار أو الإصفرار من من شكله الأول يعني دلالة على نضجه والحب أن يشتد هذه شروط وجوب الزكاة وصحتها من شروط صحتها أو من شروط صحة إخراجها وإجزائها أن تكون في أن تصرف في مصارفها يعني لا تقبل الزكاة ولا تصح من تجزئ من صاحبها مخرجها إلا إذا صرفها على مستحقها خرجها في مستحقها كما عشرنا في أول المحاضرة ومستحق الزكاة قد تولى الله سبحانه وتعالى ذكرها في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الرقاب إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله هذه ثمانية أسنع لو نظرت فيها كما أشرنا في بداية الأرس أو وسطه أن أكثرها تكافل اجتماعي وبعضها معين على التكافل الاجتماعي وبعضها في مصالح المسلمين والإسلام صدقات للفقراء والمساكين هذا تكافل اجتماعي العاملين عليهم هم الذين يقومون بجبايتها وتوزيعها وكذا إلى آخره فنوظفون على لو لم يكونوا موجودين لما أتت فهذا من باب حفظها وإيصالها إلى مستحقها العاملين عليها والمؤلف قلوبهم هذا الصنف في مصلحة الإسلام من هم المؤلف قلوبهم هم أولئك الذين سواء كانوا أشخاصا أفرادا أو جماعات قبائل أو حتى دول دول على القبائل يعني يحتاج الإسلام لتقويته ولحمايته يحتاج إليهم في حمايته وفي قوته يعطون من مال الزكاة حتى يكونوا حماية ودرعا للإسلام والسنوين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى كبار يعني المشركين يومئذ من القبائل تأليفا لقلوبهم وقد أنعم الله على كثير منهم بعد ذلك فأسلموا ولما أسلموا منعهم عمر ذلك المال ولم يعطيهم ذلك المال وقال إنما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتألفهم وكان الإسلام يومئذ طبعا في الجزيرة ضعيفا ولا حاجة اليوم إليكم أسلموا أو يعني دخلوا فيما يدخل فيه الناس ولكن الأمر الباقي كل ما احتاج الإسلام إلى من يقويه ويدفع عنه جاز أن يعطى من الزكاة ليكون يتحق كذلك المقصر هذا المؤلف قلوبهم وفي الرقاب في الرقاب طبعا في الرقاب هذا الفرض الذي ذكر يومئذ كان الرق منتشر الرق منتشر فالله سبحانه وتعالى أو الشريعة الإسلام التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتت على الناس في أمور يعني وكانوا متعاملون بها فما كان يعني شرًا محظًا منعه كالكفر والشرك والزنا والخمر إلى آخره وما كان صالحًا أقره ونماه وزاد فيه يعني كالصدقات والإكرام إكرام الضيف وإكرام الجار إلى آخره وما كان فيه احتمال احتمال ومستمر وله أسباب كالرق الذي سببه الجهاد القتال في سبيل الله يعني أسباب سبب الرق هو الكفر ويحصل يعني الرق بسببه يعني في الجهاد في سبيل الله فيحصل الرق فلما يحصل الرق الأصل في الرق أو الأصل في الإنسان في الإسلام الأصل في الإنسان في شرع الإسلام الحرية ولكن الرق أمر طارئ لكتكسير وسبب من الإنسان نفسه حيث ارتكب الكفر فإذا وقع في الرق بسبب كفره حينئذ جاء الشرع ووضع سبيلاً لتخليصه من هذا الحال الذي هو فيه وسبولاً متعددة فشرع الكفارات من الكفارات الكبار عذق الرقبة في الظهار وعذق الرقبة في القتل الخطأ وعذق الرقبة في الإفطار في الجماعة في نهار رمضان هذه الكفارات جعلها الله سبحانه وتعالى سبيلاً لتخليص الأرقاء مما هم فيه من الرق وكذلك هنا الصدقات الزكاة تصرف لمن كاتب سيده من الأرقاء على تخليصه من الرق فيعطى منها ليخلص من ربقة الرقب وفي الرقاب والغارمين من هم الغارمون؟ المدينون أو المتحملون حمالات لا يستطيعونها فمن تحمل حمالة يعني أصلح بين الناس في دماء أو في أموال أو كذا وتحمل شيء مبالغاً من المال حتى يصلح بين الناس هذا يستحق أن يُعطى من زكاة من بيت المال المسلمين لأنهم من الغارمين وكذلك المدينين يعني المدين ديناً لا يستطيعوا سدادها والغارمين وفي سبيل الله في سبيل الله يعني في جهاد في سبيل الله يعني يعطى المجاهدون يعني مؤونتهم طبعاً الجهاد في سبيل الله كان الجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس كان المجاهد يخرج بماله ونفسه والذي ليس لديه مال يحتاج من يعطيه المال من الزكاة يعطون المال يعطون المال من الزكاة يعني يعطى ما يركبه السلاح الذي يحمله إلى آخره والله قد قال وليس يعني ليس على المريض حرج ولا على الذين في الآية ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيضوا من الدم حزناً ألا يجدوا ما ينفقون مثل هؤلاء الذين يريدوا أن يجاهد في سبيل الله تحت راية الإسلام وتحت راية شرعية ولا يستطيعوا ولا يجدوا يعني يجدوا مالاً يجب أن يعطى المال لمن يعطيه يعني الآن الأمور تنظمت القتال والجهاد العدو والدفاع عن الدين والشرع والدفاع عن البلاد منظمة الآن يعني تحت دول وحكومات وجيوش وإلى آخره لكن مما يمكن لولي أمر المسلمين أن يصرف فيه جزءاً من الزكاة هو الصرف على الجيش الصرف على الجيوش التي تعد للدفاع عن الوطن المسلم وعن دين الإسلام وفي سبيل الله وابن السبيل ابن السبيل هذا قلنا هذا النوع من أنواع التكافل ابن السبيل المنقطع في الطريق مسافر انتهى ماله وطعامه لليس عنده شيء ولو كان في بلده غنياً فابن السبيل يعطى من الزكاة لأنه في تلك الحال في حكم الفقير يعطى من الزكاة هذا كما لاحظي أخيه ابن السبيل واحد ثري كبير عظيم له مال كبير سافر انقطع في دير بلد أو اعترضه قطاع طرق في الطريق فأخذوا ما معه من اللوان أصبح لا مال له في الحال الإسلام لم يتركه يقول له هذا غني خليه يجتدين يقترب يروح ولا ألم عندهم لا أعطوه يعطى من المال ما يبلغه إلى داره وإلى ماله من مال الزكاة هذه مصارف الزكاة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم ورأينا يعني بعض حكمها لكن أيضاً نبه إلى أن الزكاة لا تصرف إلى يعني هناك أناس قد يكون فقراء أو مساكي ولكن لا يصح لك ولا يجزئك أن تصرف زكاتك عليه من مثل من الولد والوالد والزوجة ليس لا يجزئك أن تصرف الزكاة على ولدك ولا على والدك والدك والدتك ولا على زوجتك ليش لأنه يجيب عليك نفقة هؤلاء زكاة يعطيت من أجل أي أن ينفق يعني ينفق طعام وشراب وكذا يعني يسد حاجته هؤلاء يجيب عليك أن تسد حاجتهم من غير الزكاة فلا تصرفوا لمن يعني تجيب عليك نفقته يبقى أمر آخر في الزكاة إذا مات من عليه زكاة ما الحكم؟ واحد وجبت عليه زكاة وتهاون فيها قسر فيها صح حصل سبب تأخر فيه أنه يخرجها ثم أتاه الأجل ومات تخرج من ماله تخرج الزكاة من ماله قبل أن يوزع على الورثة لأنها دين بل قال أكثر أو كثير من أهل العلم أنها تقدم على الدين لأنها دين وذاك دين والرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الزكاة أو عن حق الله إن حق الله أو دين الله أحق أن يقضى فيجب على أهل الميت أو ورثة متوفة إذا كان عليه زكاة أن يخرجوا زكاة ماله قبل أن يوزعوا التركة على الورثة وحتى قبل قضاء الدين على قولي كثير من أهل العلم مقادير ما يخرج من الزكاة نحن عرفنا مقادير ما تجب فيه الزكاة نصاب الذهب 20 مثقالا يعني 92 كيلو جرام أو كذا 22 جرام أو 85 نصاب الفضة يعني 592 جرام نصاب الإبل كذلك البكر الغنم الحقوب خمسة أوسق إلى آخر طيب مقدار ما يخرج وركز معي على المقدار الذي يخرج ونتأمله نتأمله جيدا لأن الناس يبخلون بالزكاة وهي شيء بسيط مقدار ما يخرج يعني ليس في يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط السماء يعني في الحبوب والثمار فيما سقط السماء العشر وفيما سوقي من نطح وساقية نصف العشر العشر يعني تخرج جزءا من عشرة أجزاء مما يغنيك الله يخرجه الله لك من الأرض يكون عنده مزرعة كبيرة وأرض واسعة وكذلك لآخر يخرج يعني يمكن مئات الأطنان منها خذ من عشرة في المئة بس العشر أو يعني إذا كان تسقيها بالساقية أو بالمواطير كذلك لآخر نصف العشر يعني كم خمسة يعني عشرة في المئة أو خمسة في المئة الذهب والفضة وعروض التجارة زكاتها ماذا ربع العشر ربع العشر يعني واحد من أربعين واحد من أربعين لو كان عندك نصف الذهب 92 جرام لو فرضنا أنه مثلا بمئة ريال الجرام قل مئة ريال هو أقل من ذلك يعني كم 92 في 100 بكم 9000 قل ذلك كم يجب فيه 9000 عشرها كم تسعمية نصف عشرها كم 450 ربع العشر كم 225 عندك تسعة آلاف ريال يجب عليك أن تخرج 250 ريال 250 ريال من تسعى وهكذا لكن الناس استكثرونها نسأل الله سبحانه وتعالى لهم هداية كذلك مقادر الحبوب والثمار كذلك ما يخرج من الماشية ما هي من الماشية يعني من كل أربعين رأس من البكر من الغنم واحدة ومن البكر من كل ثلاثين واحدة ومن الإبل في كل خمس من الإبل شاه واحدة شاه شاتا يعني ما أوجب عليك أن تخرج منها ما تخرج من جنسها إلا إذا بلغت 25 فإذا بلغت 25 اخرج بنت مخار وهي واحدة من صغار الإبل في 25 يعني من كل 25 جزء تخرج جزءا الزكاة يا إخواني مقدار ما يجب إخراجه بسيط ولكن الناس يبخلون بها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبوة السلام وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم وأن يوفقنا ليتم علينا نعمة وجودنا في رمضان العمل الصالح فيه وأن يتقبله منا صلى الله وسلم وابارك على نبينا محمد وآله وصحبه اشتركوا في القناة